موسيقى يا مساء الخير على كل مشاهدينا برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ستة الستات النهار ده بقى فقرتنا الأولى هي الفقرة الرياضية النسائية اللي احنا دايما متعودين عليها مع حضراتكم وشعارنا الدائم والمعروف ان الرياضة مش كورة وبس الحقيقة دايما المرأة المصرية بتبهرنا يعني الانبهار ده بيجي من تفوقها في الرياضات المختلفة النهار ده معنا نموذج مشرف للمرأة المصرية في الرياضة وطبعا رفع اسم مصر دايما وهي بطلة جميلة متميزة جدا لما تشوفوها مش هتدوها اكتر من 19-21 سنة لكن هي ودي جليطة مني للأسف هي عمرها 37 سنة سوغننة جدا برضو ولكن بالنسبة لسن الرياضي ده رقم رفعت شعار العمر مجرد رقم زي ما احنا بنقول وفازت بالمركز الاول وحصدت الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوة جاري يتتابع يعني 90 متر 4 في 90 متر بايطاليا 20-22 وشاركت في 6 بطولات عالم على التوالي والغوص والانقاذ حاجات كتير جدا رياضات بتلعبها لكن النهار ده هنتكلم عن الجاري وخلونا نتعرف عليها اكتر معانا النهار ده نانسي زكي لعبة نادي سبورتينج وبطلة العالم في رياضة الجاري التتابعي برحب بيك معانا يا نانسي مبسوطة جدا انك انت معانا انا المبسوطة جدا ان انا معاك النهار ده ومن وانا صغيرة بتفرج على برانجك وكده حبيبتي ربنا اخليك الاول نانسي طبعا السن هو مجرد رقم لكن كلميني انت زوجة وام وبطلة عالم في رياضة الجاري التتابعي ازاي ده حصل؟ وهل انت طول عمرك بطلة جاري من قبل الجواز من قبل الخلفة؟ انا من وقنا 12 سنة كنت بدايتي في ألعابك قوة كنت بطلة في الحواجز وكان عندي أرقام مصر وفي ديت مستمرة لغاية دلوقتي تقريبا لسه بلعب ألعابك قوة وبشارك في رياضة الإنقاذ حققت بديت من بطاعة جمهورية لعرب لأفريقيا و2010 كل ده ما كنتش تجوزت 2009 تجوزت وبديت اشارك في 2010 اول بطلة عالم اتعاملت كانت في مصر فبدأ كابتن سامح رئيس الاتحاد يختار العناصر المميزة في ألعابك قوة يختارها في ان هي تشارك في اول بطلة عالم تتعامل في مصر كانت في اسكندرية في المعمورة فدي كانت بدايتي مع الانقاذ وهو نفس الجاري اللي بعمله في ألعابك هو بس على الرملة ده أصعب كتير أصعب بس نفس طريق التمرين وكانت ساعتها أنا كنت لسه متجوزة وكان شاركت دي كانت قوي بتوية عالم أشاركها في حياتي كلها وحققت فيها سبع عالم ما شاء الله حلو جدا طيب انتي بقى اتجوزت وإحنا هنشوف الصور على الشاشة لكن عايزة أعرف وأوصل للنقطة اللي حابين قوي إننا نتكلم فيها إن الجواز والعيال والحاجات دي ما يمنعوش أي ست مصرية رياضية إن هي تكمل الرياضات الأول كده بقى مين اللي معاك في الصورة؟ ده جوزي كان حتى معايا في البطولة الأخيرة هو كمان رياضي ولا؟ هو حاب الرياضة هو ما كانتش رياضي وحاب الرياضة لما لأني بحبها وبدأ يلعب الرياضة كل يوم وكده هو على طول كان بيشجعني بصراحة هو السبب يعني من الأسباب هو الوحشة الوحشة هو في الرياضة طيب انتي يعني اللي بتتجاوز بقى عايزة تخلف وليلي كده عندك أنا عرفت منك عندك بنوتين سن كام وسن كام؟ عندي كارلة عندها 11 سنة ما شاء الله ونيكارل عندها سنة و7 شهور ايه؟ سنة و7 شهور؟ عايزة أقول لك يا جماعة أنت مش شايفين ننسي رفع ايه يعني ما شاء الله جسمها مشدود ازاي وآمر ازاي طيب 11 سنة أنت بقى يعني توقفتي لما بقيت حامل في بنوتك الأولانية وزدتي قد ايه وزاي حرستي انك تفضلي في نفس الرياضة وانا توقفت سنة عن التمرين بس كنت بتمرن تمرين ينفع عماله وانا حامل كنت باكل أكل معين وكل يوم أوزن وزني تقريبا هو مش عايزة زيد ولا اي جرام وقعدت سنة بعيد بس بتمرن بطريقة معينة مع الدكتور متابعة معايا ما يفعش نبدي يعلى عن حاجة معينة بس قدرت ان انا امارس الرياضة بس طبعا بيعني شدة أقل شوي دي بنوتك دي بنوتك كبيرة دي هي عندها مواريد 2011 وبعد ما خلفتها شركت في بطول تعامل بعدها بسنة على طول واو قدرت تنزلي بقى في الوزن وتستعيدي ليقتك كان صعب جدا طبعا مع قلة النوم والمجهود اللي راحت بيعمله تردعي طبعا وكان صعب جدا بس انا كنت حتى هدف نفسي يوصل له مهما تغيرت من وانا صغيرة مهما تغيرت ظروف حياتي والمسئوليات كترت بس كان الهدف ده والحلم ده نفسي يوصل له فكل ما عديها خطوة نفسي يوصل للوراة الخطوة اللي بعدها انت كل ده في النطاق المنتخب برضو صح؟ يعني من الاول خالص وانت في المنتخب منتخب العب القوة كنت في منتخب العب القوة وبعد كده بقيت في منتخب الانقاذ الانقاذ المنتخب بقى وانت حامل انت بتسبيه مش كده؟ او هي كان وقت 2010 كان الثورة فكان ما كانش فيه تمرين ووقت نيكول كان الكورونا او انت عندك يعني ايه على فكرة ووقت احكده ان انت ما بتخلفش الا بالشديد يا احداث يا سيا يا ايه كورونا وقعدة في البيت دي صور كنت صغيرة او ده وانا عندي 12 سنة وكنت بلعب دي الحواجز بقى طبعا وكنت قسرت رقم مصر في الحواجز كدير لعبتي المفضلة يعني وقدرت تقريبا 25 سنة بلعب ألعب كوة ماشا الله يعني الاستمرار هو سر النجاح والاسرار والعزيمة طبعا وانه انه بتحصل ساعات تحباطي وتجيلك اصابات يحصل اي حاجة تخليك يعني انت نفسك توصلي له ترجعي تاني من اول بس الواحد لما يحط بجد هدف نفسه يحققه هيعرف يحققه مهما يعني مهما ظروف حياته كانت قدام كل الصعوبات طبعا ازاي قدرت انك انت تحافظ على التمرين وانت حامل زي ما بنقول غير موضوع الضغط ضغطك ما يعلاش ضربات قلبك ما تعلاش قوي لكن دايما دا كاتر يقوله ايه ما تبدأوش رياضة وانتو حوامل يعني لكن لو انتو رياضين من الاساس دا لا يعوق الرياضة ما حصلتلي كيش مشاكل بسبب الرياضة في حياتك كأم من اول وانت حامل وبعد ما خلفتي الرياضة ما تسببتلي كيش في اي مشاكل بالعكس الرياضة دي كتبت خليني عندي الصبر والباشن لولادي يعني هي ساعة في اليوم او ساعتين انا بطمارن دلوقتي مع نفسي مش مضطرة مع الفريق غير لما يكون فيه منتخب وتجميعات منتخب فكت بصحة بدري وعمل الرياضة بتاعتي قبل ما اليوم يبدأ بحسش انا بقى متفرغة لولادي وجوزي ويعني يبقى عندي الوقت طول اليوم معاهم وتمارنها ومذاكرتها انت عارفة طبعا وليلي بقى سؤال ستاتي جدا هل مقساتك زادت يعني اعتقد ان انت الوحيدة من قبل الولادة والحمل وكده مقساتها قبل زي مقساتها بعد اه فعلا كان دا بيهمت طبعا غير الرياضة دا بيهمني طبعا وعالتي رياضية مامتي رياضية محافظة على نفسها لازم الرياضة كل يوم يعني الرياضة حاجة حلوة ماما كمان عشان كده على فكرة يا جماعة اقلب الادرة على فمها تطلع البنت الامها ماما رياضية على مستوى يعني برضو مسابقات وكده ولا رياضية حبا في الرياضة هي اللي بدأت دخلني الرياضة وكنت بلعب جنباز وتوديت تمرين كل يوم يعني ما كانش عندي وقت فاضي قوي على طول مستعجلين يلا تمرين مذاكرة دروس فهي لأكت معي على طول يعني زاكف في الموضوع دا هل انتي بقى مع بناتك سواء الكبيرة الصغيرة طبعا لسه سنة وسبع شهر هي بتلعب رياضتها الخاصة لكن انتي كمان بتزوق ايهم يبقوا في مجال الرياضة وبيلعبوا ايهم او بنوتك الكبيرة طبعا بنوتك الكبيرة انا كنت فاكرة ان هي هتطلع زي اوه هي دي اوه هي دي هي روح قلبي دانتي ايه مدخلها معاكي في التمرينات بس هي بتلعب سلاح انا كنت الاول بجرب ان هي تبقى معايا في العاب الكوة بس لقيتها بتحب حاجة تانية بس هي قويسة شسفت اوه هي فت بس في السلاح بتلعب سلاح وهاندبول بس للجاري وكده لا محتاجة الجاري جسم رفيع خالص كله موسلز من الاول يبقى جسم دي جسم معين من هو جاري السبرينت ده طبعا لازم جسم معين وهي حابة يا مرضيتش اضغط عليها لا طبعا الا الرياضة يعني اللي بيضغطوا على ولادهم في الرياضة بتطلع نتائج مش لطيفة اوه هي بتمارس بس مش شرط تتمارس نفس الحاجة اللي بحبها نفس رياضتك طبعا بس بعلمها لها بس كده اعلمها ازاي تجري صح كلميني بقى على ايطاليا ودي حصلت السنة دي بطولة العالم واحدة يا جماعة هي النهار ده بقالها سنة وسبع شهور بخلفة والبطولة دي كانت في شهر ايه؟ البطولة كانت اكتور اوه سبتمبر سبتمبر مش كده يعني من اقل يعني من شهر تقريبا او شهرين ازاي رجعت تاني وتشاركي في بطولة عالم؟ ما كانش سهل خالص الحقيقة يعني كنت كان فيه مجهود بدني وان انا كنتش بنام كويس ولازم اتمرن كويس وبعدها بعد التمرين ارجع لبنتي الكبيرة وتمرنها ومذاكرتها يعني ما كانش فيه راحة خالص بس انا مستحملة ده عشان دي حاجة بحبها طبعا وكمان بمرن فكان لا كل اليوم منظمة اليوم بتاع انت بتمرني اوه انت كمان كمدربة يعني اوه بتمرني برضو الجاري او فتنس او فتنس او فتنس اوكي فمنظمة وقتي اللي هو يعني يعني لازم الصبح الرياضة بعد كده ولادي بعد كده حمرن في وقت تمرين بنتي فكان كله ورا بعض ورا بعض ده ايه اللي احنا شايفينه يا نانسي ده ده بقى رياضة الانقاذ اوكي طبعا عشان اجري لازم عشان اجري بسرعة لازم يقع عندي قوة لازم بخش الجيم بشيل حديد زي ده سكوات لازم لازم عدلاتي تبقى قوية عشان ابقى سريعة فانا ولازم اكون برضو الجومس ده بتخلي الواحد خفيف في الجاري فانا دي العاب القوة هنا ده الجاري على الترتان والتاني الارض بتختلف التاني بجري على الرملة تلغاية دلوقتي المسابقات اللي بتدخليها انقاذ على الرملة او ده بقى اللي مكملة فيه دلوقتي اوكي والعاب القوة خلاص من 2017 بطرت ادخل بقى مسابقات الحواجز طب انتي من ضمن منتخب والمنتخب دايما بيبقى ضامن العناس اللي هي الصغنانة البنات الصغيرة ازاي بتقدري يعني تبقي مواكبة مع البنات اللي لسه صغيرين وانتي يعني مهما عملنا فيه حاجة اسمها الساعة البيولوجية هل بتلاقي صعوبة في النقطة كبيرة؟ او كنت لأ كنت مواجهة صعوبة اني اثبت ان انا كويسة ان هما كانوا برضو شايفيني كبيرة زي ما بتقولي فكت لأ انتي مش كبيرة خالص بالنسبة لهم يعني مش نايمة غير مثلا تات ساعت لأ حاجي واتمرن كان تمرين بيبقى الساعة ستة الصبح نتمرن على البحر فلازم يقفودي فكان بس كنت مش مفيش حاجة فرق معي غير ان انا لأ انا حكمل وحبقى جمدة وكوية مش مهم حياتي كلها انا مستمرة مستمرة انا وقت انتهى بس نانسي عايزة اعرف احساسك بعد ايطاليا وإيه اللي جاي بالنسبالك كبوتولات هي طبعا البتولات دي بالنسبالي كتبتولات مهمة جدا عشان ان انا كنت غيبة عن ملايعب سنة وانا نفسي ان انا اقدر اكمل فعلا والسن مجرد رقم وانا ابدأ بقى كارير الرياضة افتح مكان وافيد بيه الاجال القادمة وافيد بيه بناتك ان شاء الله هتحقق كل امنياتك نانسي بشكرك شكرا جزيلا الف مبروك بتدي يعني بتدينا النهاردة كده طاقة ايجابية ولا بالجواز ولا بالعيال دي على طموحاتك ويلسن هو مجرد رقم بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية وفاصل ونرجع نكمل معه حضراتكو بقى فقراتنا اليوم في ستة الستات خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة